موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أول وأهم شكوه الزوج بيشتكيها من مراته وأكتر حاجة بتبقى فارقة معاه يمكن أكتر من الشربات اللي ضايع والزرار القميس المقطوع والملح الزايد في الأكل ودوشة العيال كل ده كوم وشكوته من إهمال مراته وشكلها كوم تاني خالص ودائماً فسيق الكلام عن الموضوع ده يقول الجملة اللي جابت الحياة الضغط والسكر وعلى واشا كان يجيب شالل للرعاش لمعظم ستات مصر فتلاقيه بيقول بقى أو هو حطت إيده يعني في شوية مياه ملايين تلج كده هي يعني بتعمل إيه ما هي طول النهار قاعدة في البيت بتعملش حاجة على العموم أنا ما لقيتش رد أبلغ ولا أعمق ولا أوقع من الرسالة اللي كتباها واحدة ست لجوزها على الفيسبوك قالها يا معرفش هي مين الست دي إنما ناس كتير قوي يعني أو عشان أكون دقيقة ستات كتير قوي حطينها على صفحاتهم على أساس أن الكلام ده يمثلهم ويخصهم وبيتكلم بلسان حالهم أنا هقرأ لكم الرسالة وحقوق الملكية الفكرية محفوظة للمدام اللي كتبتها طبعا إنما بقى إيه حقوق يعني فقع المرارة والدعم للكلام ده محفوظة لكل ستات الشقيانة بصوا بقى مع التحفظ طبعا اسمعوا هي كتبت إيه مع التحفظ طبعا لشوية بعض شوية ألفاز كده في اللطيف هي كتبها الجوزة إحنا ملنا إحنا ملنا وأنا موصل جيد للحرارة وخلاص بتقولك إيه جواب من جوزة متدلعة جدا صحي الزوج من النوم دور على المدام ملقهاش دخل يشرب لقى الورقة دي متعلقة على التلاجة ومكتوب فيها زوجي العزيز يمستتني بصراحة يا روحي إنت مدلعني خالص مالص وموريني لهانا ألوان وأنا خفتح سنراقي يعني أخلاق بوز قلت أروح عند ماما كام يوم عشان أحس بالنعمة اللي إنت معيشني فيها والحد ما يجي بقى يا روحي عليك شوية حاجات بسيطة خالص حتى يعني أنت دايما تقولي شغل البيت ده ولا حاجة فهي بتقوله إيه بص يا قلبي المنبه هيرن الساعة خمسة ونص تقوم جاري تحط البيت يتسلق يتسلق عشان فطر الولاد وتروأ قط القعاد مكان صهرة مبارح وتلم الكبيات والفناجين وقشر اللب اللي ساعدتك مبعزقهم من مبارح وتحطهم في الحوض ولفة كده سريعة على القوض اللي في المطبخ عشان تاخده معاك وانت نازل يلا بقى روح صحي العيال وشطف ولبس وفطر ومتنساش تعمل الصاندويتشات وانزل معاهم اوعد سيبهم غير لما البص ياخدهم واطلع بقى بسرعة طلع كيس اللحمة من التلاجة وحطه على رخامة وحط الغسيل في الغسالة لمدة ساعة ادخل بقى على القوض بسرعة روأ السرير وطبق بجامات العيال وافتح الشبابيك عشان تهوي القوض وكنس الصالة ونظف ايه الحمام ومتنساش ترش دي طول عشان يعني بقرفها فاكر يعناي واضح ان فيه بينهم مشاكل يلا بقى على المطبخ تاني شطب موعين الفطار وانت بتشرب القهوة كده في السريع ومتغنيش علشان صوتك وحش دي جمع مشاكل شخصية مشان نتكلم فيها ومتغنيش بقى تقول لي ايه اه فين الشراب ماهو مافيش حاجة في مكانها مع انه قدامك بس طبعا يعني كان لازم تسمعنا صوتك الابرالي عالصبح يلا بقى الساعة بقى التمانية ونص يلا جري على الشغل هتخلص شغل الساعة تلاتة ترجع بقى بدري علشان تجيب العيال امال ايه وانت طلع بقى حتشوية خضار طازة كده في ايدك مش عارفها ملوخية كوسة مهم يعني قالا ده العيال جم بسرعة دخلهم بقى يغيروا ويغسلوا الشهم وانت حط الخضار على النار وقعد اسمع بقى شكواهم لحد الاكل ما يستوي استوي يلا بقى غدي العيال علشان تلحق تعمل معهم الواجبات وتذكر له علشان تلحقوا معادة التمارين خلصتوا مذاكرة طب يلا دخل بقى لبس العيال ولم الصفرة خطت الاطباق في الحوض ومفيش وقت بقى حضرتوا شغلت النادي يلا طيب بقى جري على النادي قعد بقى استنى العيال كده بما يخلصوا التمارين ولمهم وارجع بقى عالبيت تعبان تقوله بقى ايه وبعدين مالك كده مبهدل في نفسك كده ليه ما تحلق وتحط لك شوية بيرفيوم اللي يشوف كده يقول تعبان طول النهار قام علش قبل ما تحلق شوية بقى مواعين من بتوع الغدى يالت شطامهم وبالمرة الولد عاوز هوت شوكلت والبنت عاوز بطاطس محمرة واعمل لنفسك مسكافيه خلصت يا عمري يلا بقى العيال عاوزين حاجة حلوة اعمل لنا كيك او رز بلمن اتصرف يا اخي تعبت قلبي بتنام على روحك يا حبيبي الصداء طالع من عينك يا امري يا خبر ليه ده كله يعني على رأيك هو انت كنت عملت ايه يعني طول النهار وفي الاخر بتقول له يعني انه مفيش تقدير وصحصح معايا كده لازم تبقى فايق ومصحصح وانت ايه يعني عمرك ما قلت لها شكرا ولا قلت لها مقدر تعبك ولا جبت لها حزمة فجلة حتى طبعا انا مش معا انه الست تهمل في نفسها وفي شكلها بعد كل المجهود ده ولا تهمل في جزح يعني بعد كل ده انا مش معا انها تهمل في نفسها هو طبعا عاوزها مسحصحة 24 ساعة انا مقدرة تعب اللي هي بتبقى فيه انما معا انها لا ما تهملش جزح ولا تهمل نفسها دي بقى ايه المعادلة الاصعب على مر تاريخ الزوجات في مصر وبقول مصر ما بقولش اوروبا مثلا ولا امريكا لانه فيه يعني حاجة هناك بعيدة عنكم وعن السمعين كده اسمها مشاركة وتقسيم المهام والواجبات بتاعة البيت عليهم هما الاثنين انما احنا ملاش دعوا بالحاجات العجيبة دي خلونا في نفسنا احنا النهاردة عاوزين نحل العقدة والمشكل اللي ستاتنا واقعين فيه ده على مر العصور المعادلة الصعبة والحاجتين اللي مش عارفين يعني يجمعوا بينهم غير نادرا لو ستة بيت شطرة ومهتمية بعيالها ونظافة بيتها يبقى بتهمل في نفسها وفي جزء ولو مدلع نفسها ومهتمية بجزء وشكلها يعني لطيف تلاقيها رمية مسئولية البيت والعيال على حد تاني طيب احنا مفيش امل نجمع بين الحسنين دول اهتمام ببيت وولاد واهتمام بالشكل والزوج النهاردة هنسأل دكتورة ومهي عزازي استشاري الطب النفسي اللي بتشرفنا النهاردة ونصائح لكل الزوجات عشان حياتها تبقى هادية وجميلة بعد فاصل قصير اهلا بكم مشاهدين قاعدة بكتب البوست بتاع حلقتنا النهاردة على جروب الدين والحياة مع دوع الفاروق عايزة اسأل ستات اللي بيتابعوني دلوقتي قادرة توفقي بين حياتك وبين كل اللي انت بتعمليه من مهام تربية ولاد تنظيف بيت احيانا ممكن تبقى ست بتشتغل مثلا وبتعمل ده وده او حتى لو ما بتشتغليش وقاعدة في البيت وبتعملي كل حاجة ومعنديكش حد يساعدك في البيت قادرة توفقي بين ده وبين في الاخر شكلك وادائك يعني جوه بيتك ومع جوزك قادرة تعملي ده ولا مش قادرة بيبعتونا على جروب الدين وحيا وكلمونا في التليفون وشاركونا في الموضوع ده دكتورة أمني عزادي أهلا بحضرتك معنا أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك متخصصة في العلاقات الزوجية ومع عارفة أكيد بيجيلك المشاكل دي وبتجيلك الستات تقولك ده أنا أيدال وصابعي لعشر شامع وكيكة ورز بلبن وكل حاجة بس هو مش عجبه مش عجبه إيه رأيك في الموضوع ده هي دي المشكلة هي دي المشكلة إنه كل واحد بيبص التاني معملش إيه أو التاني أثر في إيه يعني هي شايفة إنه ما بيعودش معي ما بيكلمنيش طول الوقت وهو شايف هي لأ طول الوقت مشغولة ومش مهتمية بيه فمبدئيا نحاول بقى نشوف كل واحد بيعمل إيه يعني الراجل اللي بيشتكي من مراته دي مش مهتمة طب إيه اللي ديوتز بتاعتها زي ما كنا لسه بنتكلم من شوية الليست اللي هي كتبتها الزوجة اللي حتبتش عليها كتبت جواب لجوزها فهو ده كله أنا بعمله فين الوقت وفين المجهود وفين الهدوء والراحة اللي تخليني أعمل حاجات إكسترا أنت بتطلبها لو أنا بساعد لو أنا بوفر حدي يساعد لو أنا بلاش أساعد بلاش أوفر حد بس أبقى بشيتنج يعني أبقى مقدر مقدر أنت بتعملي إيه في مشكلة مهمة كمان هو أنا بهتم يعني ليه دايما بتتهم الست أن هي وقت الخطوبة بتبقى مهتمية قوي بنفسها وبتبقى حد تاني ورجالتي يجي تشتكي أنه بعد ما تجوزنا كل ده روح طيب بصيت بقى بصيت أنت بعد الجواز أنت بقيت إزاي الراجل بعد الجواز هو بيفضل بنفس أداءه قبل الخطوبة هو يعني سالت إيده من الجواز وما بيعملش أي حاجة وهي إيديها مع الكوكة في كل حاجة في كل حاجة لا كمان أنت قبل الخطوبة طول الوقت بتكلم هقد إيه حلوة وقد إيه كويس وهقد إيه جميلة وده بنقول عليه الري انفورسمنت أو التعزيز أنت لما تكون عايز سلوك كويس أنت بتعزز السلوك ده بأنك تشكر السلوك تشكر الشخص ده على عمله للسلوك ده فهو يكرر منه ويدعمه فأنت طول الوقت كنت بتمدح لبسها وطريقة كلامها وكل الحاجات دي طيب بعد الجواز أنت فلو ستوب خلاص هو بقى هيقول لك لا طب وانا لقيها بتلبس عشان نمدح اللبس والله يساعة يلبسه لا مش فكرة تلبس فكرة أنه كثير تقول لك أنا عملت شعري وعملت غيرت عملت زي ما بنقولني وعملت كل حاجة ما بياخدش باله أصلا أنها عملت كده لأنه ابتدى يبقى ده مش من أولوياته يعني مش من اهتماماته الأولى اهتمامه الأول الشغل وأنه إزاي يوفر فلوس للبيت ده ودي حاجة مهمة فلوس مش كل حاجة وإن أنا أقيم البيت بشكل كويس واتطور وأرتقي ده مهم وكل حاجة بس الأهم هو أنا بعمل ده لمين لمين الشخص اللي أنا بعمله ده اللي هي زوجتي وأولادي بنا لازم أديهم شوية اهتمام تمام طيب الستات يعني بيسأله حضرتك تقولك طيب يا ده أقلة والستة مهتمة والراجل هو اللي مش مهتم تعمل إيه وهي بتحاول برضو توفق بين شغلها وشغل البيت وكله يعني ممكن الستة تبقى يعني بتهتم برضو وكل حاجة ويجي هو زي ما حاك بتقولي ما يبينش ده هل طبيعي إنه يعني اهتمام الراجل يكون بالشكل اللي هي عوزاه ولا ممكن يكون بيهتم بشكل خاص به هو وهي مش وصل لها الاهتمام ده طيب النقطتين نتكلم فيه أول حاجة أنا رفضة فكرة نتكلم عن الزوجة والزوجة احنا نتكلم على إنسان وإنسانة يعني بصفة هي زوجة بصفة امرأة عاملة بصفة ستة بيت أيا كان صفاتها فهي امرأة إنسانة ففكرة الاهتمام يبقى أنا باهتم لذاتي والكوني إنسانة مش عشان أنا هتم عشان أنا عشان زوجي بس كمان الزوج أنت بتهتمل نفسك لذاتك مش عشان حد هيقول أو حد هيشوفك أو حد هيعلق على ده دي نقطة النقطة التانية لازم نفرق قوي بين الراجل والست واهتمامات الراجل والست أو الأداء بالنسبة للراجل والست الراجل عنده فكرة إنه اهتمامي إن أنا بشتغل وبجيب فلوس وبجيب البيت وبجيب العربية وبوفر للولاد مدارس كذا وبعمل هو ده الاهتمام بتاعه اهتمامه عملي بحت الست الاهتمام بالنسبة لها لازم بيبقى فيه شيء من الحديث والحوار والشيء الرومانسي Hobca دا بنيتبالها بس هل هي تفضل أعدة مستنية ما ده يحصل؟ يعني ما هي هي تفضل أعدة مستنية بقى لأ هو لا موسم المشمش لما يطلع إنه أولا هي نتخلي هي نتخليه يعمل كده ما هو ده اللي احنا بنقوله بقى احنا ما بنتجاوز بنتجاوز لئي احنا بنتجاوز علشان هو ده اللي بيحصل لأن احنا نتجاوز نجيب بيوت ونسكن فيها ونجيب أولاد لا احنا بنتجاوز عشان احنا بنعمل حياة مشتركة طيب الحياة المشتركة دي تعني ايه تعني ان انا حد ليا صفات وتركيبة وعقائد بتعتمد على شخصيتي انا وبتعتمد على انا تربيت ازاي بتعتمد على البيئة والمجتمع اللي انا طالع منه وهو كذلك احيانا الحاجات دي بتبقى متافقة واحيانا بتبقى بعيدة جدا عن بعض فبالتالي لازم الاول احنا نحط بيز احنا نحط بيز احنا الاتنين عشان طبعما ناخد رأيه استاذ عبدالغفار كده نشوف استاذ عبدالغفار داخل يعني يود لي بدلوا في الموضوع دي يقول لنا ايه الو الو ايوا السلام عليكم عليكم السلام ده مش حد كبير حضرتك انا عبدالغفار لو فاكرين اللي كنت كان لانتك مع السياسة رمضان ايه عبدالغفار اهلا وسهلا الصوت بس يا شباب اه انا البابايا كان طريدني عسان خاطر جدا اه يا حبيبي اه 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 فتكرتك قولي انت عايز تسأل الدكتورة عن الموضوع ده اه كنت عايز تسألها ان اعمل ايه لان انا بس الوقتي بتعالج نفسيا بتغرف الموضوع ده حبيبي انت عندك كم سنه عبدالغفار 16 سنة 16 سنة وبابا اكترضك من البيت علشان انت كنت بتدافع عن جدتك اللي هي امه اللي هي والدته اللي هي والدته اه انت بتتعلج نفسيا من ايه عبدالغفار طيب وانت بقى لك قد ايه هو طردك طيب وانت تعبان نفسيا من ساعة الموضوع ده ما حاولتش تروح تصلحه ومامتك ايه دورها ماشي عبدالغفار وده اللي انا قلته برضو انه في الحلقة اللي فاتت هو اتكلم في الحلقة فضلت الشيخ رمضان عبد المعيز لما ابني بقى في سن الخطر دي اللي هو 16 سنة فانا امي سلماه كده لأي حاجة وحشة بقى اي بقى اشطان اي صحاب سوق اي حد ياخده يبوزه بدي يقوله بقى كده لو زمق الشار الولد المفروض يعمل ايه وهو الولد اللحريس يكلم دكترة ويكلم شيوخ مش القب طيب بس نقول لها عبدالغفار حاجة مهمة هو قالها يعني اشار اليها بيقول هو انا عملت ايه غلط انا بس عايز اقول له حاجة ابدا انت معلتش حاجة غلط ومهما حصل متلومش نفسك ومتتعملش مع نفسك ان انت اللي غلطان صحيح هو بابا والمفروض انه هو القدوة والمفروض انه هو اي حاجة بيقولها المفروض انها تبقى صح مراهق لكن ده مش الواقع الواقع ان بابا بيتصرف بمعايير غلط مش معنى ان بابا تصرف غلط انه السبب فيه انا فهو الحل معاي انه الاول يقتنع انه هو صح وانه هو مش غلطان الظروف المحيطة دي بقى ليها حلول كتير يعني نقدر نتعامل مع حد تاني من القرايب راح القرايب راحونه وترده ما هي الفكرة خلاص انت بتعاملي مع شخص مش سوي فالمشكلة الاساسية عند عبدالغفار انه ابتدى هو يتهز من جواه وثقته تتهز في زيته لأ انت عملت حاجة كويسة انك بتدافع عن حد مظلوم انا مش عارفة تفاصيل الحدث بس يبدو انه هو كان بيدافع عن حد في مشكلة تمام فهو لازم يبقى فاهم انه هو حد كويس بغض النظر بقى ان انت اللي تعاملت معاهم ما كانوش كويسين وما فيش مانع ان بابا او ماما بيتصرفوا تصرف غلط اقبل ده لكن ما لومش نفسي وتعامل على ان انا اللي وحش وانا اللي غلطة تمام بعمل كل حاجة انا باودي تمارين وخرجات وكل حاجة اما نفسي دي فعلى حسب شوية الطاقة والنفس اللي فاضلين بقى رفايدة بتقول والله انا قادرة اوفق مش قادرة اوفق انا على طول مقصرة من وجهة نظره وعلى طول بين دراسة وشغل وتحضير دكتوراه لاني في الجامعة وولاد وغيره في الاخر عشان هيقعد بالعيال يوم في الاسبوع بيزلني عليه ولو ما شاركتش في البيت بمرتبي يبقى تقعودي في البيت انت شغلك ده مش جايب لي اي فايدة بحاول اوفق احيانا بس فيه تقصير احيانا يعني في نفسها بس بتلحق نفسها يا دعاء مش بيعجبهم العجب والس ينفرج عاوز يرجع من الشغل يلاقي كل حاجة فوق المظبوطة ويلاقيها كده يفضل يدور على هفوة حتى لو لقاها كده يفضل يدور على هفوة عشان يعمل مشكلة شهيناز بتقول الاهم من كل ده اني اعمل كل ده بس هلاقي شخص يقدر اللي بيتعمل فيه ستات ايضا صوباها العشرة ومش عاجب وفيه ستات بتعمل ربع مجهودها وجوزة حاطتها على عرش القنوسة النفسينا بقى نلقيتهم نفسينا عايقتي اللي حاطتها بتعمل ربع المجهود وجوزة حاطتها على عرش القنوسة ده يعني فرجونا كده عليهم بيعملوا ايه طيب لا خلينا نكونوا واقعين ده مش موجود في المجتمع الشرقي بتاعنا بنسبة كبيرة موجود بس مش بنسبة كبيرة فما نبقاش طمعين وخلينا نتكلم بمنتهى الصراحة ده ممكن يكون موجود باره انو حد مقدر قوي انت بتعملي ايه وبيساعد وبيساهم لكن احنا عندنا فيه مشكلة أساسيا أساسها التربية لو رجعي نفسك انت بتربي ولادك ازاي انت بتقولي البنتك روحي هاتي مايا الأخوكي انت بتقولي البنتك رتبي دولاب أخوكي وبالتالي انت طلعتي احنا كمجتمع شارعي احنا اللي بنزرع في ولادنا الزكور انه انت مش المفتوط تعمل اي حاجة على سيك نعيب الولد يعني بالزبط بالزبط وده مش حقيقي فهو مش مسؤول وكمان فيه مشكلة تانية والله يفيز دلوقتي الستات بقى عندهم وعيب الحتة دي ومش عيب كويس انما خلص يعني بس احنا فلتنا فلتنا بقى بالخصة فدي حاجة مهمة لازم نتحمل تبعات ده والأهم بقى نحنا ناخد بقى لنا علشان ما نعملش في الأجيال الجاية كده وده حاصل فعلا زي ما بتقولي كتير من الستات بتدوا يقروا يشوفوا حلقته وبرامج ويتطبقوا فده كان بيجيب نتائج كويسة مع الولاد يعني في حالة انه يعني مفيش تقدير او هي تعبانة الاول عايزين نرتب لها الدنيا شوي نرتب لها وقته يعني فلنفترض ان الراجل بنحلله كويس كويس بس الانديوتيز اللي عليها كتير قوي وراءها مسئوليات كتير بسنا مش بيساعد مش بيساعد خلص ده الواقع بتاعنا فبلاش نتمع ونقول لها يساعد اذا بيساعد اوكي ما بيساعدش احنا نتصرف على الاساس ده في حاجة مهمة قوي هو الكواليتي يعني مش قد ايه انا هاعود مع نفسي يعني الوقت اللي بقتطعه لذاتي مش كم هو كيف انا ممكن اعود تلت دقايق بس افصل عن الهيسة اللي برا دي تلت دقايق بس مع نفسي ايوا عملي مع نفسي ولا حاجة تععودي ترتاحي تحسي ان انت قاعدة مع ذاتك مش ده بيشد وده بينادي وده كب كذا انت مع نفسك فصلتي نفسك لمدة خمس دقايق شوية بشوية هيبقى عندك حاجات تعمليها على فكرة لو ابتديتي تصحي عشر دقايق بدري كل يوم العشر دقايق دول قبل ما حد يكون من الولاد صحي انت العشر دقايق دول بتوعك شربتي في الجنقه وقعدتي سماتي حاجة بتحبيها قريتي بقالك سنين ما قريتيش رواية ده ده بنسبة لوحدة عايزة هي تفك عن نفسها انما احنا بنكلم في واحدة جزء بيشتكي ان هي مش فيقالوا على طول نايمة ومسقطة وتعبانة وكده ما هي ليه نايمة ومسقطة وتعبانة علشان هي داست على زرار لغة الكائن ده لغة نفسها ما هو اللي بيخليكي مبسوطة سعيدة باين على بشرتك باين على انفعالاتك ان انتي احترامتي ذاتك وديتيها جزء من احتياجاتها مش هبقى طماعة واقول اديتيها كل احتياجاتها لكن اديتيها جزء من احتياجاتها فنفسك هتساعدك انك تكملي بقيت يومك لكن لما ما تديهاش حاجة خالص فيه ستات بتيجي العيادة تقول انا ما بلحق شخص الوشي ايو انا بخسلش وشي انا بقى لي قد ايه ما عندها مشكلة بس في ترتيب الوقت ولا المجهود البدني فعلا حرام هو المجهود صحيح المجهود كتير وفيه اكل وفيه زي ما الست كتبت الجواب كده انا بقيتها نهاج وراها وانا بعملولة انه فيه بعض الستات بتعرف تجيب حد يساعد وتعرف تخاقته تودي الولاد لما متها وتعرف مش عارف ايه وتستقطع يوم او يومين لها هي وجزء لوحدها يبيعرف كده وفيه ناس ما عندهمش الابشن ده يعني ما عندهمش الموضوع ده هنعرف طيب ناخد استاذ محمد علو ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اه تفضل اه تفضل اهل نساء رسول بالنسبة للحياة الزوجية طبعا بعد الجواز طبعا كل واحد واحدة بيبقوا جانين من بيئتين يعني تقيبا فيش حاجة بتقبل اتفكة تماما بيقى فيه طبعا خلافات تمام اه يعني يعني وطبعا بملا شكة فيه ان بيبقى الطرفين بيحاولوا انهم يتوافقوا مع بعض السؤال بقى يعني انسا ما حصلش في هذا التوافق في خلال فترة قد ايه كام سنة مع العالم مثلا فيه وجود اولاد يعني لو ما حصلش يعني مفروض فيه لمت معين عشان لوحد ما قدش يحاول طول عمره حاجة تكون الغزاز جدوى يعني يعني بقى لهم كام سنة متجوزين مثلا اه مثلا نقول مثلا ثمان سنين ثمان سنين ونفس الحاجات اللي بيتخنقوا عليها من اول بسبب اختلاف البيئات اللي هما جايين منها او النظام اللي هما عايشين به يعني جوم البيت وبقى لهم الثمان سنين بيتخنقوا على نفس الحاجة هو معدش في الوقتي معدش في حد يتخنق مع حد الوقتي يعني ثم نحن فيه معدش في حد يتخنق مع حد خلاص انت عايف طبعك اللي قدامك ايه و هو عايف طبعك ايه فمعادش نحن نوع يعني النفس المواضيع بتكر معدش حد يتخنق خلاص يعني هو حد في حد يتخنق على ايه الواحد بيسأل فطر يتقدي ايه لما خلاص تبقى يعني يمكن تماما نحن فيه في ثلاث فاتح عشان العمر ما يضع العمر الطرف الاول ولا الطرف التاني ولا الاولاد يعني مثلا ايه هو يعني علميا علميا هتكلمني الدكتورة طبعا الدكتورة التشريعية علميا عشان الواحد زين بيقوله كده يعني بالعبارة كده الدرجة ميبقاش بيحلط في البحر يعني دي طبعا حاجات مدروسة معوفة مثلا مين هم قدية ماكسما قدية عشان تبقى العلاقة دي اما وكريح تستمر اما لا يبقى ويفضع الناس على عقل كويسة بقى بس عشان ما تبقاش الحياة كرص يعني مملة بالنسبة للطرفين حتى الابناء كمان طي تمام 8 سنين ناس متجوزين ونفس يتلقوا ويتلقوا خالص في حاجة مهمة قبل ما افكر انا امتى لازم اعمل فولستوب وانهي العلاقة دي لازم ابتدي اتكلم على انه انا عملت ايه فكرة ان احنا الاتنين بنحاول مع بعض بنفس الطريقة انا اسفا ما تتوقعش نتائج مختلفة يعني يعني احنا الاتنين كل مرة بنحل المشاكل بطريقتنا اللي هي زي ما هي كل مرة على مدى التمان سنين هل انا لجأت ان انا ادخل طرف خارجي هل انا لجأت ان انا روح لحد متخصص يساعدنا يعني فيه طرق للحلول انا لازم اكون مريت بكل ده عشان اجي في الاخر اقول انا لأ فولستوب مش هقدر اكمل لكن مش من الاول يعني مش بمحاولاتي السابتة انا مهمنيش الوقت لو انا بحاول نفس المحاولة عشر سنين عشرين سنة متوقعش نتائج مختلفة لكن انا ايه محاولاتي اللي عملتها ايه الاتجاهات اللي انا مشيت فيها اه طب هم مثلا مش شوف تلات اربعة اتجاهات خلاص انتهينا انتهينا نبطل نمشي فيه وندور على اتجاهات تانية ولا كده خلاص الحياة هي ايه الاتجاهات المفروضة سلوكا نمرة واحد احنا شخصيا تفهمنا احنا الشخصي يعني احنا الاتنين نحاول نحل مشكلتنا ودايما نقول عشان ما يبقاش فيه مشاكل يبقى عندنا مرجعية يبقى عندنا قواعد بنمشي عليها من قبل احنا لسه بنتعرف على بعض عشان نتجوز او احنا في بداية زواجنا لازم نبقى متفقين احنا لما يحصل بيننا خلاف هتكون ايه مرجعيتنا هل الدين هل احنا هنرجع للقواعد الدينية بتقول ايه هل احنا هنرجع للتقوس والعقائد بتاعت المجتمع هل احنا هنرجع للعيلة بتاعتنا بتقول ايه والعيلة بتاعتكو بتقول ايه ايه المرجعية بتاعتنا اوكي هنجعلها فايصل بين مشاكلنا خلاص هنستخدم ده اذا مش جاي بنتيجة يبقى خلاص يعني انا في حاجة بنشتغل عليها الاول احنا اللي اتنين بعد كده زي ما ربنا قال حكم من اهله وحكم من اهله بعد كده بنروح لحد بقى متخصص يعني ده علم كبير قوي وموجود دلوقتي ومشاء الله في مصر بقى ناس كتيرة قوي متخصصة في العلاقات الزوجية لانه احيانا بابقى انا في وسط المشكلة ما ببقاش شايف من بقى يعني الشخص المتخصص بيبقى من بر الصندوق بتاعنا شايف ايه شايف ايه وبعدين بيديني بينور لي مناطق انا ممكن اشتغل عليها بس اللي انا لمساها من صوت استاذ محمد فيه شيء من اليأس كده وهذه المشكلة ساعات انا ابقى خلاص قافل بحيص انو وفي حاجة علمية بتقول انا يعني من الاخر كده وعلميا الموضوع ده ممكن يستمر ايه علشان بس ما نعودش نحرط في البحر ولا الحرط في البحر ممكن يجي من نتيجة يعني في حاجة علمية بتقول انت اخرك كده خلاص عشر سنين وما ينفعش ولا ايه اللي خليش تقوليله انتو مش هينفع تكمله وبعض لازم تسيبوا بعض اذا كان فيه خلاص مفيش نقطة التقاء فيش حاجة ما تتحسبش معدوية لمدة عشر دقايق اذا كانت عملت مشكلة او مرتحتش معها خلاص مش هنكمل فيش حاجة اسمها كده ولا سنة ولا سنتين هو الفيصل ان ما يبقاش فيه نقطة التقاء كل واحد عنده رؤية هي دي السبتة وبيرفض يغيرها فده بيبان انا عايزة اكمل وبالتالي انا ببزل يعني عايزة بزل مجهود فيه ناس بتعمل مجهود عشان اه تعدي مرة بالزبط وفيه ناس بيقفوا الوقت خلاص وابدا مش لا عايزة تنازل ولا جايزة تتنازل فمش هينفعي هذه النقطة الفيصل انه انا عندي استعداد ابزل مجهود ولا لأ فيه حد لأ انا وجعد ماري ليه فيه ناس دي مفهمها انا ليه اتعب نفسي فيه حد يبقى صعبان عليه البيت والعشرة والولاد والولاد وعايزة تعمل كل موسع عشان البيت ده ما يتهدش وفيه حد تاني وانا ومن بعد الطفان فيبقى هي دي النقطة هو ده الفيصل طيب احنا هنطلع فاصل قصير ونرجع نكمل حقا اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية الحقيقة يعني الستات متفاعلين جدا مع الموضوع ده بتقول لك كلكم ومشكلة الشرابات كوم تادي ويا سلام لو قلتله انا تخنت هسيب لك الولاد ساعة اروح فيها الجيم فساعاتها سماعك الهبارة الشهيرة لا انت عجباني كده وبعدها بكام يوم يشوف حايفة في التلفزيون يقول لي شايفة الستات الله يخليكو اللي يعرف يفك شفرة الرجالة يقول لنا دعاء انا بعد ولادتي جالي اكتئاب شديد وتعب نفسي من سنة تقريبا ومن وقتها وانا مش قادرة ارجع حياتي تاني وجوزي بيزود عليها الموضوع بمناسبة الاكتئاب بعد الولادة ده لانه الست بتلاقي نفسها شيء اخر بتبقى حلوة بتبقى جميلة حتى اجمل الجميلات يعني بتلاقي نفسها بتردع وشكلها ورحيتها لبن وحاجات غريمة لا واهم من كده ما بتنامش ومش عارفة تظبط يقع يومها وفي حد بيصرخ جنبها طول الوقت بما اننا في الشق النفسي يعني خلينا نتكلم على اكتئاب ما بعد الولادة وده يخلينا نبعد شوية ونرجع تاني هو الست المهملة في نفسها دي هل ممكن يكون ده مرض نفسي؟ ممكن ممكن امراض نفسية كتير تخلي الشخص مش مهتم بنفسه مش مهتم بشكله مش مهتم بلبسه مش مهتم بطريقة تعامله مع الاخرين انه يبقى مهزب في الكلام او انه يبقى بيراعي شعور الاخرين من ضمنها الاكتئاب عشان كده اكتئاب ما بعد الولادة بيبقى فيه مشكلة كبيرة في التواصل مع الزوج من الامراض الشخصية الحد اللي عنده في صام برضو ما بيقاش مهتم بمظهره على العكس الشخصية الهوسية او اللي عنده طراب وجداني ده بيبقى حد مهتم زيادة جدا بشكله وبلبسه الشخصية النارجسية لا مهتمة قوي بلبسها ممكن تقعد بالثلاثة اربعة ساعدة الله يعني اللي بيهتمه مش طبيعي طب الحمد لله اي حد بيهتمه جماعة ده مش طبيعي مش طبيعي خلينا طبيعيين العديين طيب اخد اميرة بعد اسمها حضرتك الو الو اميرة معنا ايوة الو اهلان يا اميرة تفضل اهلا اهلا كذا كذا عملة ايه الحمد لله تمام الحمد لله انا بس كنت عايز اقول وجد نظري في الموضوع تفضل اه لا او انا شايفة ان هو ده طبع يعني انا مش هقدر اغير مش هقدر اغير ده على حسب ما هو الراجل ايه انا ممكن بيبقى بعمل بشوف ناس قدامي كده الحمد لله انا جوزي مسكده بس بشوف بتبقى عاملة كل حاجة وبرضو فالاخر هو مش ولا بتعملي اي حاجة ولا فارق مع اي حاجة اه رأيي بقى ان هو ده انه لازم اشاركه في كل حاجة لازم يبقى عارف انا بعمل ايه انا مثلا جوزي ممكن يبقى بره انا في المطبخ بعمل حاجات ممكن افصع 2-3 في المطبخ ايكلمني انت فين انت في المطبخ هو بيبقى عارف بعمل ايه بنظف اه بعمل يعني بفهمه كل حاجة باعرف انا ايه عشان ما يجيش بقى لكيقول لي انت قد تعملي ايه لكن انا بقى مبينه لاني بعملش اي حاجة او صاضية او كده خالص وهيجي بقى في الاخر يقول لي انت تعملي ايه ما هو فعلا لا خالص يعني هي واحدة واحدة ومع كده بس مع ذلك انا يعني والدتي في البيت اعملي دي لاخوكي اه ودي لاخوكي حضري دي لاخوكي اقوي لاخوكي هو كان باشا ما فيش اي حاجة خالص يعني باني كده لأ انا معجودي الوادع مختلف تماما يعني لأ البنت صحية طول الليل خلاص انا وهي انا هو يعني خلاص اعمل ايه انا كمان بشتغل زي زيك انا بشتغل واحدة واحدة مش عافية ومش هخليه يعمل غص عنه ولا كده خالص بس هي واحدة واحدة واسلوب واختيار الوقت المناسب يعني انت عودتي جوزك يا اميرة اميرة بس اميرة يعني انت عودتي يعني هو ما كانش بيشارك وانت عودتي مش سمعهم كان نفسي تسمعني وتقولنا يعني يعني في حد فيه راجل ممكن يعني يتلقى ويبقى مارن يعني هو مش تعود يعمل في البيت عند مامته او كذا او كده بس يعني معندوش مشاكل انه يساعد الست اللي ايه اللي بنيتة اللي بايفها من بيت مامتة دي وزيهم زي بعض وفي حد تانية ده عنده خطة احمر بالزبط يعني أحياناً مش ممكن بس إذا ممكن خلص اطلبي إنه يبقى متقبل ده فما يلومكيش بالتقصير في نواحي تانية يعني عندك طرق تانية تتعادلي بيها النقطة دي إذا بالنسبة لك ده حاجة مستحيلة خلص في حاجات تانية تقدر تعملها تسعيدني في النقطة دي طيب بتستألك بتقولك يعني شكراً موضعين بتقدموها بتفيدنا ربنا يخليكي أنا عايزة أعرف حاجة يعني حتى لو مهتمة بنفسي وبالبيت وكله تمام ليه الراجل لازم يعلق على أي حاجة حتى ولو تفهى هل ده طبيعة في الرجالة ولا إيه مش عارفة وما فيش أي تأذير خالص يعني أحياناً يبقى البيت فلة فيختار حاجة يعني كل حاجة تمام حاجة واحدة معلش فلتت منها فيقوم هو سايب الحاجات التمام وماسك في الحاجة اللي فلتت منها دي بتعمل إحباط غير طبيعي للست أكيد أكيد طيب دي يحط يعني خلينا نتذكر نقطة حلوة أوي أنا أتعامل إزاي مع النقد ده نوع من أنواع النقد هو دخل حاجة فبينطقت في كذا طريقة أيوة أول حاجة يا معك حق فعلاً إزاي دي ما كتش معدولة الفوزة دي بالشكل ده خلاص خلصنا فأنتي وقفتي إنه يتابع بقى النقد بتاعه أو حد بيقولك تخنتي شوي فعلاً معك أنا تخنتي جداً أنا محتاجة أشوف حل الموضوع بس بكلمة تخنتي دي يعني ده الخط الأحفر بالنسبة للسلطة يعني هو دايماً يقولك لو عايز حاجة بمورات أقولها خسيتي خسيتي آه فدي نقطة إزاي هتعامل مع النقد إن أنا في الأول أوافق الشخص آه مش موافقة تامة أنا ممكن بعد كده بتيت أقول بس إيه رأيك كذا وكذا تعمل كذا وكذا معمول كويس يعني آه يعني في قلب الطريقة اللطيفة آه صح عندك حق بس طيب وإيه رأيك في الحاجة التانية بالضبط غزباً عنه هيمتدح غزباً عنه هيمتدح الحاجة التانية طيب حلو أقل ليه بقى لإنه ممكن واحدة ترد بقى نفس الرد ده بس الطريقة تانية تقوله يعني أنت ملاقيتش حاجة غيرتين طبعاً أنت ماشفتش الأكل اللي أنا عاملها ماشفتش فدي الطريقة اللي بتقوم قلب الدنيا مش هتخليه بقى هو يبتدي يتكسف بقى يعني لما تقوله على الحاجات الكتير البوستر احفظه بس احفظه بقى إنه دلوقتي أنا ما أحفظه معك وهو تقوله حاضر وعندك حق وبتاعت طب والحاجات التانية ملاجاتش على بالك كده أوكي دي طريقة التانية اشركي الشخص اللي بينتقدك في حل آه أوكي لما تبقى حاجة يعني ملاجاتش أولي آه يعني لأ طب أوكي صحيح مش مزبوطة بس كم ممكن أزبوطها إزاي كم ممكن أعمليه عشان طب أعمليه المورة الجاية عشان يعني شايليه هم الموضوع ببسطة ما يبقى ما يبقىش رامي كورة في ملعبك طول الوقت أنا هتضرب شاكية من الرجال معلش معلش نطمن عليك النهاردة إن شاء الله بعد اللي لا يعني دي بالذات في الحاجات اللي هي الصعبة زي مثلاً الوقت ما بيذاكرش أو درجاته وحشة بالذبط فهي تبقى يعني عمل عليها ومقطع نفسها في المذاكرة دي وفي الآخر ود مخه مثلاً أخوة دي حدود قدراته كده نعمل إيه بالذبط فهي تشركه وتقول له طيب ماشي يعني تعال نذاكره أو كده بالذبط تحب تذكره وتحب تجيب له حد أيوة ترهي يا كورة شايف إزاي أقدر أتصرف نبير جدا متفرجش معنا على الحلقة دي جمعش يعني مركزين مع بعض طيب أخد عبلة في حاجة تانية؟ في طريقة تانية؟ آه في طريقة تانية بس دي بقى إيه لما بيبقى حد بيغلس عليه كي طول الوقت هو كده خلاص ما ضل حصل فعلاً يعني فكرة إنه هو كده بقى وخلاص بس دي مش لطيفة بين الأزواج مش لطيفة أنا بتكلم على النقدة عن متى يعني زملتك مديرك في الشغل أي شخصية بتنتقدك لكن بين الأزواج دي ما بتبقاش لطيفة بقى لإنها بتعمل مشاكل آه يعني لكن في الحاجات الرسمية لا ممكن يبقى فولستوب خلاص مش هيتكلم تاني بعد كده آه يعني واحدة مثلا تيجي تقول لك لبسك مش عاجبني آه أنا حرة في لبسي بزرط إنما لو زوج وزوجة ما ينفعش عبلة آلو أيوة أهلا بيكي أهلا بيكي يا دعائي سمعاني يا دعائي أسان الصوت بعيد آه أنا سمعكي كويس أو آه بص يا دعائي أنا أنا جدة وفكت كبيرة وعندي يعني إيه حلول للحاجات اللي تقالت دي في الحلقة دي تقريبا أنا عايز أقول إيه إن مفيش حد عايز عشرة على عشرة كل الحاجات اللي إحنا بنتكلم فيها لكن حد عنده أولويات في حاجة معينة يعني مثلا كل في راجل يهمه أرجع ألاقي أكل حلو كده مش مهم البيت رايق أو حد تاني عايز يدخل يلاقي أولاده متحمين وفلة وحلوين وانت بتتحكي وخلاص فيه واحد تانت عايز كنرشة وحلوة وهشة كده الناس وقعدة في حضنه طول النهار وهم رواء خلاص ماشي أنا بلقتي أبص عيني تبقى أولويات الراجل ده إيه اللي بيفرق معاه وهل ده يتنسب معي أنا عايز أرد بقى على الأستاذ محمد بتاع بورسايد لأنه هو بيقول إمت نقول كفاية أو إمت نوقف المحاولة نوقف المحاولة لو أنا مش عايز أغير السيستم بتاعي ولا شايف أولوياتك لكن لو أنا قادرة أتخيل أني حتنازل عن حاجة وأبص على أولوياته دي أنا أقدر هلوة ولا لأ ساعاتها المحاولة تفضل دائمة ودائمة ودائمة ونحاول تاني لكن الحقيقي إمت حيتلكك لي لو لما نفسه في حاجة وأنا عامري ما هعمله لأنها مش في أولوياتك أنا لكن أنا عمال أقول أنا مجهودي رايح أنا تعبت أنا ملوظة بس هو مش عايز أغير حاجة تانية عشان جدا هيجي تلكك لي هيقول لي إيه مش عارفة إيه مع السيستم عمالتيش كذا عارفة ألاحي يا ظنفقائم لو كمان بتقولي صباح الخير طب خضي هو تقريبا التلكيكة بتيجي أنك مش شايف أولوياتي أنا عايزة نشوق هنا بقى نبدأ المحاولة بقى طيب وبالنسبة لأولويات الزوجة يا مدام عابلة بمعلمينتي أنا بتكلم عن اتنين ما إحنا نقعد مع بعض وأنا كمان أقول أنا عايز أنا بحب كذا أو مستنية مين أنا عملك اللي أنت عامل بس أنت كمان أه ربنا يخليكي مرسي يا مدام عابلة وربنا يبارك لك يعني في عمرك وفي حياتك إيه رأيك في كلامها؟ ده اللي إحنا بنقوله إحنا نشوف إحنا اللي اتنين عايزين إيه؟ موقمات طول الوقت الموقمات موقمات بحاجة بقى أناك طول الوقت في كل حاجة بس خلي بالك في أنا بالنسبة لي يعني المسألة مسألة نسبية بحتة أنا بالنسبة لي ممكن الموضوع ده يبقى شيء كارسي لكن بالنسبة لحد تاني عادي عادي جدا صحيح إيه يعني رجعت ما لقيتش الأكل جاهز عادي أنا هستنى هعود أقار الجنون لغاية لما تخلط في واحد تاني لأ بيبقى شيء كارسي صحيح فهي المسألة نسبية مقدرش أحطها بواحد اتنين ثلاثة كل واحد عنده احتياجات خاصة محتاجة تتلباله مش بس الزوجة برضه يبقى المفروض يعني شو لي حقيقة بتقولي المسألة النسبية دي المفروض إن الست برضو تقدر إنه مثلا عندها زوج مثلا ما بيدقش شوية على مكوة الهدوم أو نظفة فتعلي دي عندها بس على الأقل ما بيدقليش على مثلا الزبط يعني تعلي دي أهو على الأقل وتركز زي ما بدام عابلة قالت على الحتة اللي هو عاوزها دلوقتي تعملها له دلوقتي أه تعملها خلاص عشان الحياة تمشي ما إحنا عايزين نزق بقى لإنه الناس بتصطدم هي عايزة تعمل الأكل في معاده هو عايز مثلا يعني كده لا وكمان في هيا أولوياتها إن الأكل يبقى هايل هو أولوياته إنه يدخل من البيت يلاقيها حد لطيف حد لابس كويس يعني كتير يجيلي في العيادة طب هو إيه المانع إنها تبقى لابسة وبتعمل الأكل هو برضو ده مفهومي جنن هو أنا لازم عشان أبقى في المطبخ أبقى لابسة حاجات تانية يعني لا تصلح للرؤية الأدمية ليه؟ ليه ما بقاش مهتمية بنفسي وبلبسي حتى وأنا بعمل الأكل هادي الفكرة إنه ممكن ألبيله اللي هو عاوز في نفس الوقت أعمل أنت عارفة الصورة النماطية بتاعت الستات والأمهات زمين نقحت كده يعني عارفة يعني اللي هي ربطة بمخها ربطة ولابسة جلبية البيت ومعارفش إيه الصورة كده في حين إنك مثلا تشوفي برا وعندي حتى صاحبتي لبنانية مسلون نهار وقفة في المطبخ ووقفة كده يعني لفة البريتال ووقفة ووقفة بتعمل هو الفكرة يعني ساعت أقول للكلانت بتوعي هل وإنتي وقفة في المطبخ ممكن يتصل بيكي جوزك يقولك انزليلي دلوقتي حالاً هنعمل مشهور صغير ونرجع ينفع تعملي كده؟ لأ طبع لأنها لازم هتقعد تغير وتلبس وتعمل شعرها وتعمل ميكب ومعارفش لكن هل تقدر يتبقى أنت طول الوقت حاسة بأنك ينفع أنا في البيت ممكن أنزل حالاً؟ ليه أنا ربطة؟ لأ أنا هندم نفسي؟ لأ هتحطي طرحة يا دايق لأ طرحة هتحطي طرحة في الحر اللي إحنا فيه ده مش هنفع هنخط سبعة تلات حاجة يعني لأ أصد الفكرة إنما هو يجي في أي وقت بلاش يقولك انزلي هل أنت في حالتك وانت بتعملي صرية المطاطس والروز ممكن جارتك تخبط عليك وتستقليها في الريسابشن؟ يعني ولا هتبقى مكسوفة أنت لابسة إيه؟ ولا مكسوفة عاملة شعارك إزاي؟ يعني خلينا نقولها كده هو أنا عندي أنا عندي أنا عندي مشكلة إنه ليه لازم عشان حد؟ صحيح ليه مش عشاني أنا؟ عشان نفسك صحيح ليه مش عشاني أنا؟ بص في المراهة بشايفة نفسي فرحانة بشكل لا بصي كمان ليه لولاد يصحوا يلاقوا ماما مبهدئ؟ يعني مش عكاية جوزي صحيح؟ حكاية إن بنتي ولا ابني يلاقيه بابا ليه؟ يعني يعني هو من حق أولادي إنهما يشوفوا جميلة أحضنهم تبقى رحتي حلوة يعني مش لازم؟ بالزبط وأنا من حقي على نفسي مهو مهو ده من عدم احترام الذات إن أنا طول الوقت بجري في دوامة الآخرين ما هي دي مشكلة هي بتكون سبب كبير في إن أنا طول الوقت عايزة أرضي الزوج عايزة أرضي الولاد عايزة أرضي أهل زوجي وأهلي طب فين أنا؟ مهو لازم أرضي نفسي أنا كمان طيب أنا جوزي بيراعي إن أنا تعبانة مع الولاد حتى كمان تخنت شوية هو بيساعدني عشان أخس لأنه مدرب رياضي وبيعملي نظام غزائي والله أنا ببقى سعيدة بالرسال الإيجابية أنا ملاحظة إنه ما شاء الله في رسالة كثير إيجابية حتى ما نبقاش متشأمين يعني أنا عندي خمس أولاد منهم توقم يا حبيبتي يا حبيبتي قلبي عندك يا حبيبتي والله العظيم الجننيني طول اليوم عصبية وحاسة دلوقتي إن عايزة أسيبهم وامشي وبتخانق مع جوزي لإنه سلبي ومش بيساعدني خالص علما بإني بشتغل هي بتشتغلي كمان؟ ومش عارفة خليه ساعدني تنصحيني بإيه؟ خمس عيال منهم توقموا بتجننة عايزة تطفش وتسيب العيال بالبيت بجوزها وتمشي تعمل إيه؟ هي عايز تمشي ده الحاح اللي حاصل دلوقتي وهو فعلا كده هي لازم تمشي لازم تفصل أيا كانت الطريقة بقى يعني هجيب حد يقعد بالولاد هسيب الولاد عند مامتي هسيب الولاد عند مامته هسيب وهو يقعد بالولاد ساعة ولا ساعتين يعني لازم فعلا زي ما هي بتقول أنا عايزة أمشي فهي لازم تمشي وإيه اللي هيجرى لها حاجة؟ وإيه اللي هيجرى لها حاجة؟ بالضبط إيه الحاجة اللي هتجرى لها؟ العصبية، الأداء ما همها مش هيبقى مش هيبقى فيه كفاءة يعني لو ولاد بتزاكلهم مش هتبقى بتزاكلهم كويس وبعدين إحنا نسيين حاجة مهمة الأم دي هي اللي بتربي الولاد دوله ويعني أنت لما ما بتحفزيش على نفسك بس، الولاد ضاعه، صحيح أنت بتأذي جيل لأنك تخالي طفله طول الوقت بيتزعقه وإنت لما بتحفزش على مراتك، ما بتحفزش على أولادك بزبط، بزبط يعني هو لما بيهنها أو بيجي عليها أو بيضغطها نفسيا أو مش عيفها، مش مهتم باللي هي بتعمله فهي فرشور هو أنت كده فعلاً إنت مش بتراعي أولادك لأنه مين اللي مسؤول عنهم؟ مين اللي بيربيهم؟ والله أنا سعيدة بوجود حضرتك معنا يا دكتورة النهاردة وأعتقد أن احنا طلعنا بشوية حاجات كده في اللطيف كده يعني الحلقة بتبقى موجودة على اليوتيوب وبعد ما بنخلص نقدر نستخلص منها والله يعني شوية مصايح لطيفة بشكر دكتورة أبني عزيزي استشاري الطبز النفسي وإن شاء الله حلقات قدمة تبقى معنا شكراً لحضرتك، شكراً لكم مشاهدينا نشوفكم على خير يوم السبت قد إن شاء الله شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم